العراق بيئة جاذبة للعمالة الأجنبية دلالة عكستها تقارير اقتصادية تشير إلى دخول أكثر من 196 ألف عامل أجنبيين بعد حصولهم على تصاريح رسمية حكومية للعمل في مشاريع النفط هذا العدد من العاملين وزع على الحقول النفطية في محافظة البصرة وذيقار وميسان للعمل في عمليات استخراج النفط وعلى ما يبدو أن الخبرة في هذا المجال هي المبرر على وجود الأجانب للعمل في الأراضي العراقية نجاح النرويج في استثمارات النفطية كان بسبب عراقي متخصص في الاستخراج النفطي وهو فاروق القاسم الذي أنجح التجربة النرويجية في استغلال الثروة النفطية لكن للأسف العراقيين اليوم غير ناجحين في استغلال الثرواتهم النفطية وفي تشغيل أبنائهم في هذه القطاع الذي يستوعب الكثير من العمالة بحسب وزارة التخطيط فإن معدلات البطالة بلغت 16% غالبيتهم من الشباب خلل تنظيمي يراه مختصون في نظام العمل العراقي وليس في العمالة الأجنبية نفسها هذا الخلل يظهر في آلية دخول العمال الأجانب وغياب التنسيق بين وزارة الداخلية المانحة لسمات الدخول ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية المنظمة لوضع الشركات التي تستقب الأياد العاملة العمالة بشكل عام غير منظمة والقطاع مفتوح وهذه التهم أحدهم يلقي التهم على الآخر هذه غير صحيح يعني لا وزارة العمل تتحمل المسؤولية ووزارة الداخلية تتحمل المسؤولية الداخلية هي تمنح سمات الدخول للأراضي العراقية بهدف العمل لكن يجب أن تنظم من يستقطبهم من مشكلة غير أكو شركات حصلت على إجازات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجود العمالة الأجنبية في البلدان يساهم في تقديم الخدمات وتطوير المشاريع خصوصا في البلدان التي تعاني من ضعف القوى البشرية لديها العراق وعلى الرغم من تصنيفه من بلدان الهبة الديمغرافية التي تمتلك عددا كافيا لتصدير العمال إلى الخارج فإن سوء التنظيم والتخطيط جعل من العمالة الأجنبية مشكلة في الوقت الذي يفترض أن لا تكون كذلك من بغداد أحمد مؤيد يو تي في